بسم الله الرحمن الرحيم موضوع عوامل الدفعات ازاي احصل على مبلغ الدفعة بدلالة جملة الدفعات وازاي احصل على مبلغ الدفعة بدلالة مجموع الفوائد وازاي احصل على المعدل سواء سنوي او نصف سنوي او ربع سنوي وازاي احصل على عدد الدفعات ومدة الدفعات وكمان هنحاول راجع على موضوع الدفعات المتوقفة في بداية حلقتنا عايز افكر اعزائي الطلبة والطالبات بتعريف الدفعات إيه هي الدفعة أو الدفعات قلنا الدفعات هي مبالغ متساوية بتدفع بصفة دورية منتظمة يبقى الدفعات لازم يكون فيه مبالغ متساوية يبقى كل مبلغ يعتبر دفعة قال لي لا ده لازم يكون متساوي ومنتظم يبقى فيه شرطين لاعتبار المبلغ دفع التساوي والانتظام طب أنواع الدفعات وإزاي قاعد رحد الدفعات والفرق بين النقع ده والنقع ده اقول لك الدفعات اذا كانت بتدفع اول او بداية كل فترة بتسمى دفعات فورية او دفعات استصناف اما الدفعات اذا كانت بتدفع في نهاية او في اخر كل فترة زمنية بتسمى دفعات عادية او دفعات السداد يبقى انا عندي نوعين من الدفعات دفعات عادية ودفعات فورية وزي ما اتفقنا مع بعض العادية بتسمى دفعات السداد والفورية بتسمى دفعات الاستثمار طيب ده هيفرق معايا طبعا هيفرق معايا جدا كأن حضرتك في التمرين يجي يقولك يودع تاجر ألف جنيه آخر كل سنة على طول كلمة آخر دي عرفتك أن دي دفعات عادية وانت شاطر وعارف أن قانون جملة الدفعات العادية الجين بيساوي دال في مستخرج جدول ثلاثة مستخرج جدول ثلاثة لو أجيب نون بمعدل عين زاوية كده يبقى انت عرفت أن دايما كل الدفعات هتيجي من جدول ثلاثة جدول كام جدول ثلاثة زي ما كل جملة المبالغ بتيجي جملة المبلغ الواحد بتيجي من الجدول الأول والكلمة الحالية المبلغ بتيجي من الجدول الثاني يبقى الدفعات كمان الجدول الثالث طيب لو كان قالك يودع تاجر ألف جنيه أول كل عام أول عرفتني أن دي دفعات فورية دفعات فورية وجملة الدفعات الفورية عندك سميناها جيم شرطة وقلت لك فيه أكتر من طريقة ممكن تقول دال فيه جيم نون زايد واحد بمعدل عين وبعدين تطرح واحد من المستخرج أو تقول دال فيه مستخرج جدول ثلاثة وبعدين تضرب في واحد وعين من مية عشان تحول العادية لفورية وعملنا تمارين كتير في الحلقة اللي فاتت على الموضوع ده علشان ما نضيعش وقت حلقتنا تعالوا نشوف النهاردة موضوع جميل جدا جدا اللي هو موضوع عوامل جملة الدفعات إزاي أجيب المبلغ وإزاي أجيب المعدل وإزاي أجيب عدد الدفعات أو المدة وتعالوا مع بعض نقول باسم الله ونبدأ تمارين حلقتنا أول تمرين معنا تمارين سهل جدا بيقول لي اوجد مقدار الدفعة المتساوية التي يودعها شخص في مصرف أو بنك أول خد بالك الأول كل ثلاث شهور طيب أنا عايز أمشي معاك واحدة واحدة في التمرين ده ونقول مع بعض إيه اللي بيحصل اوجد مقدار الدفعة معنى كلام حضرتك إن هنا مقدار الدفعة عندي أو الدال مجهول يبقى دي أول معلومة استفدتها من قراءة التمرين بهدوء يبقى الدال عندي مجهول اللي هو مقدار الدفعة قال لي كلمة مهمة جدا قال لي كلمة أول وأول دي معناها إن دي دفعة فورية هتفرق معانا دي طبعا تفرق كتير وكمان بيقول لي أول كل ثلاث شهور عرفت إنها ميس سنوية بمعدل فايدة مركبة يبقى المعدل بتاعنا تلاتة ونصف في المية كل ربع سنة يبقى على طول قبل ما كمل أول المين بأربع مرات مرات الإضافة عندي بكام بأربع مرات فكانت جملتها في نهاية أربع سنوات وست شهور يعني عند حضرتك المدة بتاعتك كانت أربع سنوات وست شهور طبعا إنت شاطر وعارف ست شهور دول نص سنة يبقى على طول هتقول لي أربعة ونص سنة بس خلي بالك أنت جدك جبت إيه النون أنا عايز أجيب وحدات الزمن لأنه في مرات إضافة يبقى كده وحدات الزمن النون الجديدة بقى اللي هتعملها هتاخد الأربعة ونص دول تضربهم في كام مرة في أربع مرات يطلع على طول 18 وحدة زمن هتبقى دي النون اللي هنشتغل عليها طيب بعد كده افتكر معايا كده قانون جملة الدفعات الفورية نكتب القانون بلون مختلف أهو تعال معايا كده جملة الدفعات الفورية جيم شرطة مش بتساوي دال في مستخرج جدول 3 عند نون زائد واحد بمعدل فين بمعدل عين وبعدين بنترح واحد من المستخرج برافو عليك ممتاز كلام جميل جدا 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 طيب بعد كده هنعمل ايه اقول له تعالى نشيل الجيم ونحط القيمة اللي هو مدهالي قال لي ان الجملة كانت كام كانت 6339 وتلاتة من عشرة يبقى هشيل الجيم ده وحط الستة الاف تلتمية تسعة وتلاتين و تلاتة من عشرة طيب الدال دي يا مستر ما نعرفهاش برافو عليك اهي وبعدين اجيب مستخرج جدول 3 عندي كام بقى انت قلتلي النون بكام بطمنتاشر طيب لما نزود عليها واحد بقى التسعتاشر الكلام ده بمعدل تلاتة ونص في المية وبعد ما هتجيب المستخرج هتطرح منه واحد كلام جميل جدا يبقى هننزل دي تاني زي ما هي ستة الاف تلتمية تسعة وتلاتين وتلاتة وهنخلي كمان الده المجهولة زي ما هي فيه هتلاقي المستخرج هتلاقي المستخرج عندك ستة وعشرين علامة خمسة وتلاتين سبعة واحد تمانية قلنا كام هو ستة وعشرين علامة ستة وعشرين الف او ستة وعشرين علامة تلاتة خمسة سبعة واحد تمانية بس نسمع طالب الشاطر بيقول لي انتنسيت تطرح الواحد بيرفو عليك اوعى تنسى اوعى تنسى الواحد ده هو يبقى كده لما هنمشي مع بعض بالتمرين هنلاقي حاجة مهمة جدا جدا لازم نعملها نطرح الواحد يبقى الواحد ده كام لما اطرح الواحد ده كام ستة وعشرين اقول له خمسة وعشرين علامة تلاتة خمسة سبعة واحد تمانية مضروبة في ايه مضروبة في الدال بتاعتنا طيب وبره بيساوي كام بيساوي ستة الاف تلتمية تسعة وتلاتين وتلاتة من عشرة كده نقدر نجيب الدال بمنتهى السهولة نقدر طبعا نجيب الدال ونقسم البعيد على القريب يبقى ستة الاف تلتمية تسعة وتلاتين وتلاتة من عشرة على خمسة وعشرين علامة تلاتة خمسة سبعة واحد تمانية يطلع بمنتهى منتهى البساطة الدال بتاعتنا بمتين وخمسين جنيه كده انت قدرت تجمع التمرين بالراحة وتشوف ايه اللي كان مطلوب منك اول حاجة قلناها تكره التمرين بهدوق وخشوصا تمرين الدفعات تمرين الدفعات تمرين powers لازم احدد منه قيمة الدفعة قلت ايه تب ما هي كايت مجهولة خلاص اكتب انها كانت مجهولة الجملة طالما دي كانت مجهولة هادي لك جملة او مجموع فوائد خلاص اديني جملة عارفت انها هشتغل بقانون الجملة اديني مجموع فوائد هشتغل بقانون مجموع الفوائد كمان عمل ايه ده قال ان دي تدفع اول خلاص اول جي عرفتني يا مستر ان دي دفعات فورية وفي الدفعات الفورية بكتب القانون جيم شرطة بيساوي دال في جيم نون زائد واحد بمعدل عين وبعدين بنترح واحد من المستخرج دي علشان كانت دفعات فورية على طول استغال بقى عندي رقمين ومجهول الدال بيساوي البعيد على القريب او السايب على المربوط وخلاص الدنيا بتبقى سهلة جدا وتحصل على قيمة الدال وباقي ان حضرتك تشتغل بالقلة الحزبة بطريقة سهلة وجميلة ده كان اول تمرين معنا والحقيقة عندي كمان تمرين سهل جدا ولكن هنغير كلمة اول ونخليها كلمة اخر علشان الطلبة والطالبات الشطار يعرفوا يحلوا على الفورية وكمان يعرفوا يحلوا على العادية تعالوا نشوف كده تمرين بيقول لي ايه في التمرين ده بيقول لي يودع شخص دفعة عادية خلي بالك يقول لك يودع شخص دفعات عادية يعني حضرتك كمان ما تعبتنيش وقلتلي ان دي دفعات ايه عادية اهي حدرتك وكمان قلتلي كلمة اخر كل شهرين طيب بس انا ملاحظ ان حضرتك ما قلتليش الدفعة كام يبقى كده مقدار الدفعة مجهول مقدار الدفعة عندي ايه مجهول بيقول لي اخر كل شهرين تمام يبقى في مرات اضافة يبقى كده مرات الاضافة 12 على الاتنين ست مرات اخر كل شهرين يبقى الميم بتاعتنا هتساوي ست مرات في بنك بفايدة مركبة معدلها اتنين وثلاثة من عشرة ولا يهمنا بس سامع طالب الشاطر بيقول لي ده معدل اتنين وثلاثة من عشرة صدس سنوي ولا يهمك يا بطل احنا عارفين ان اتنين وثلاثة من عشرة ممكن ملقهوش في الجداول المالية خلاص عندي القلة الحزبة ما تقلقش خالص يبقى جبت المعدل وفي نهاية خمس سنوات يبقى المدة بتاعتنا كانت خمس سنوات طيب هنعمل ايه دلوقتي على طول طالما في مرات اضافة لازم اعدل وحدات الزمن بتاعتي اقول له بتساوي خمسة اللي خمس سنوات في ست مرات بتساوي تلاتين وحدة زمن طيب ده كلام كويس جدا جدا وعايز ابتدي اتعامل مع التمرين على حسب ما هو موجود يبقى انا التمرين انا مش بمزاجي اشتغل بايه التمرين حاكمني ان لازم فيه مرات اضافة يبقى جبت مرات الاضافة لازم تقرأ كويس جدا التمرين وتتعامل معاه حسب اللي موجود فيه التمرين بيقولي سدس سنوي خلاص وانت مغمط فيه مرات اضافة ست مرات طيب لو قالك كل شهرين بتقسم شهور السنة اللي هي اتناشر شهر على الشهرين ادلك ست مرات طيب انت عايز ايه هنا في التمرين ده عايز مقدار الدفعة بس اخد بالك المعدل كان غير موجود في الجداول المالية طيب هنعمل ايه هنا اقولك طيب لو المعدل غير موجود وحتى لو المعدل موجود تقدر تشتغل بالقلل حسب ولكن احنا بنسهل على نفسنا لو المعدل موجود في الامتحان بتاخد قيمة المستخرج او كشف المستخرج وتتعامل معاه بتبقى الدنيا سهلة جدا معاك افضل ليك انت بدل ما تقعد تشتغل وخطوات القلل حسبة والكلام اللي بيتعب الناس ده تعال معايا واحدة واحدة كده ثاني نشوف التمرين قال لي يضع شخص دفعات عادية اخر كل شهرين في بنك بفايدة مركبة معدلها كام؟ معدلها اتنين وتلاتة من عشر في المية كل سدس سنة عرفت ان الميم ست مرات وفي نهاية خمس سنوات وجد ان الجملة المستحقة ده مديني الجملة جاهزة بستة الاف تلتمية تسعة وسبعين وتلاتة وخمسين من مية طيب هنا اعمل ايه؟ اقول لك هنا لازم تاخد بالك من كلمة اخر او كلمة عادية طيب نكتب كده قانون جملة الدفعات العادية بالقلل حسبة قلتلي على طول دال فيه واحد والمعدل يبقى تقول لي واحد علامة صفر اتنين ثلاثة طيب ليه؟ ليه قلتلي واحد علامة صفر مع ان الصفر ده مش موجود سامع الطلاب والطالبات الشطار جدا لما قالولنا في الحلقات اللي فاتت لما يكون المعدل اقل من عشرة لازم احط صفر بعد العلامة مباشرة يبقى لو المعدل بتاعي اقل من عشرة لازم احط صفر بعد العلامة يعني المعدل ذا لو كان اتناشر وثلاثة من عشرة كنت قلت واحد علامة واحد اتنين ثلاثة ما حطتش صفر ليه؟ عشان اعلى من العشرة اما لو المعدل بتاعي اقل من عشرة دايما بنحط صفر بعد العلامة ففعلا المعدل بتاعي هنا اتنين وتلاثة من عشرة اقل من العشرة يبقى هنا على طول قلت واحد علامة صفر اتنين ثلاثة دي مهمة جدا علشان اتفرق معك في الناتج نكمل شغلنا قص النون النون بتاعتي بكام؟ برافو عليك قلتلي بتلاتين ما انا هشتغل بالنون الجديدة الكلام ده ناقص واحد على المعدل بتاعنا طيب نشيل الجيم ونحط قمتها يبقى ستة تلاف تلتمية تسعة وسبعين و تلاتة وخمسين انا شلت الجيم وحطت قمتها بيساوي الدال اللي ما نعرفهاش اهي فيه تعالوا مع بعض نمسك القلة الحزبة ونجيب قيمة الواحد واثنين واحد علامة سفر اتنين تلاتة قص تلاتين ناقص واحد على علامة سفر اتنين تلاتة لما تمسك القلة وتشتغل معاك على طول هيطلع الناتج بتاعك اه اتنين واربعين علامة خمسة تلاتة سفر واحد تسعة على طول تقدر هنا تقول لي ايه تقول لي كده الدال القيمة المجهولة بتاعتنا بتساوي البعيد على القريب يعني ستة تلاف تلتمية تسعة وسبعين وتلاتة وخمسين على الاتنين واربعين علامة خمسة تلاتين تسعة عشر على طول تلاقي معاك قيمة الدال بمية وخمسين جنيه يبقى ده مقدار الدفعة بتاعتنا لما هنبص تاني على التمرين جبت قيمة الدال بكام بمية وخمسين جنيه الدال جات ازاي نزلت الجملة وجبت قيمة الرمز الرياضي ده هو واحد علامة سفر اتنين تلاتة قس تلاتين مقص واحد علامة سفر اتنين تلاتة طلعت اتنين واربعين علامة خمسة تلاتة سفر واحد تسعة هقسم البعيد على القريب يطلع معاك الدال بكام بمية وخمسين جنيه ده كان تمرين على الدفعات العادية يبقى خد بارك لازم نركز جدا 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 هل انا بحل في تمرين دفعات عادية ولا تمرين دفعات فورية فبعد ما ركز في التمرين وعرفت انه عادية ولا فورية في نقطة كمان جميلة جدا لازم كلنا نعرفها يا ترى انا بحل التمرين ده وهو مديني مجموع الفوائد ولا مديني جملة الدفعات يعني ايه الكلام ده مستقر يعني لو مديني الجملة لازم استخدم قانون الجملة اما لو مديني قانون مجموع الفوائد ما قدرش استخدم قانون الجملة لازم تستخدم قانون مجموع الفوائد طب نشوف تمرين مع بعض على قانون مجموع الفوائد ونشوف الدفعات عادية ولا فولية ويا ترى هنتعامل مع التمرين ده ازاي بيقول لي يودع شخص دفعات عادية تمام الراجل حدل لي ان دي دفعات ايه عادية يودع شخص دفعات عادية سنوية قال لي سنوية يبقى وانت مغمض ما فيش مرات اضافة متساوية في بنك بفايدة مركبة معدلها 15% سنوية طيب تعالوا نشوف معطيات التمين ده ونطلع المعطيات كده وانحن شغالين حضرتك بتقول لي يودع شخص دفعات عادية اهو يودع شخص دفعات عادية سنوية متساوية في بنك بفايدة مركبة معدلة 15% اول معلومة استفدتها من التمرين ان المعدل بتاعنا 15% وفي نهاية عشر سنوات يبقى المدة بتاعتنا عشر سنوات بلغ مجموع الفوايد لا خد بالك كويس وانت بتقرأ بلغ ايه تاني؟ مجموع الفوايد خد بالك انه ادالك مجموع الفوايد بكام؟ بـ 51500 وطمانتاشر وتسعة وخمسين يبقى داني مجموع الفوايد اذا ما اقدرش استخدم قانون الجملة وطالب مني ايه؟ طالب مني مقدار الدفعة طيب هنا سامع الطلب الشطار والطالبات بيقولوا لازم الاول اكون حافظ قانون مجموع الفوايد طيب سمعلي كده قانون مجموع الفوايد اللي احنا حلنا عليه في الحلقات اللي فاتت مجموع الفوايد للدفعات العادية بيساوي ايه؟ انا مستنيك انت تقولي هاو قلتني مجموع الفوايد بيساوي دال نفتح قص في مستخرج الجدول التالت ناقص اثنون يبقى هنا قلت ايه؟ مجموع الفوايد بيساوي اهو مجموع الفوايد هيساوي دال في مستخرج جدول تلاتة مستخرج جدول تلاتة امام عشرة واسفل خمستاشر في المية الكلام ده ناقص نون ده كلام كويس جدا كده انت جبت ايه؟ كده جبت قانون مجموع الفوايد تعالا بقى نعوض في القانون ده براحتنا كده شيل مجموع الفوايد ده وحط قيمتها من التمرين قال لي قيمتها كان واحد وخمسين الف خمسمية وتمنتاشر علامة تسعة وخمسين دي مجموع الفوايد الدال احنا نعرفها قلتلي للأسف ما نعرفش الدال اهي يبقى الدال مجهولة اهي ما عرفش قيمة الدال طيب نفتح قوس كده ونجيب مستخرج الجدول التالت تحت خمستاشر قدام عشر سنوات سمع طالب راح جاب المستخرج بقولي دي كانت عشرين علامة تلاتين تلاتة سبعة واحد تمانية اوعى تنسى تطرح منها النوت طيب احنا كده وصلنا لإيه وصلنا لأن الدال مجهولة اهي ونزلت قيمة مجموع الفوايد مع بعض واحد وخمسين خمسمية وتمنتاشر تسعة وخمسين اطرح عشرة نقص عشرين يبقى عشرة علامة تلاتين تلاتة سبعة واحد تمانية كده الحاجة الوحيدة عندك اللي مجهولة هي قيمة الدال اهي هتقولي اذن الدال الجميلة بتاعتنا بتساوي الواحد وخمسين الف خمسمية وتمنتاشر وتسعة وخمسين على عشرة علامة تلاتين تلاتة سبعة واحد يطلع على طول الدال كانت بخمس تلاف جنيه يبقى كده الدال كانت بكم بخمس تلاف جنيه قدرنا نحصل على قيمة الدال بطريقة سهلة جدا جدا بس هنا اللي فرق معنا في التمرين واللي خلانا قدرنا نشتغل صح اننا قدر تركز انه كان مديني مجموع الفوائد وهي دي الجزئية المهمة جدا اللي كانت في التمرين لان ممكن طالب تاني شاطر وكل حاجة ولكن ما قرأش التمرين كويس فما خدش باله من كلمة مجموع الفوائد اللي حصل معاه ابتدى يعوض في قانون الجملة عوض في قانون جملة الدفعات العادية وقال الجملة بتساوي دال في مستخرج جدول ثلاثة وابتدى يحل ويجيب المستخرج ويعوض وكل ما يتفاجئ اليه الرقم غريب رقم كده مش مزبوط معاه فحس ان هو غلط لما راجع التمرين كويس عمل ايه اكتشف خطأ بسرعة لان دي من شيء من الكبار ان انا اراجع نفسي كده بالراحة وبهدوء اقرأ تاني التمرين ودايما كل معلومة قابلك في التمرين خدها كده على جنب واكتبها معطياتك بهدوء وتاني هتلاقي نفسك انك قرأت التمرين بسرعة فما خدتش بالك انه كان مديلك مجموع الفوائد طيب لما خدت بالي انه مديني مجموع الفوائد وقالت لأ خاص ده انا كده لازم اشتغل بقانون مجموع الفوائد يبقى هي الجزء المهم جدا في التمرين انه انا قدرت اوصل لانه مديني مجموع الفوائد فاشتغلت على قانون مجموع الفوائد ده تمان كان تمرين كويس جدا على ايجاد مقدار الدفعة او مبلغ الدفعة هل ممكن يغيب حاجة تانية طبعا ولازم ناخد بالنا كويس اوي 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 ايه هو المطلوب من التمرين لو مدكش مقدار الدفعة يبقى انت بتجيب مقدار الدفعة طب لو قال لي يدع تجري دفعات ربعمية جنيه خلاص كده ادك مقدار الدفعة تأكد ان مش هتجيب مقدار الدفعة خلاص ما هو قال لك مقدار الدفعة في التمرين طيب ممكن يغيب ايه تاني يا مستر ممكن يغيب المعدل ودي من المسائل الجميلة جدا 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 ازاي تتعامل مع التمرين لو كان المعدل مجهول ده هنشوفه مع بعض في التمرين اللي جاي بس شرطي الوحيد معاكم ومن اول السنة ومن اول حلقات الرياضة قراءة التمرين كويس بعناية وباهتمام هتلاقي نفسك طلعت كل اللي موجود وعرفت ايه المجهول وبتبتلت تشتغل خطواتك من كده المعطياتك واتطلع النواتج السليمة علشان تقدر تحصل على النمر السليمة عندي تمرين جميل قوي وسهل بيقول يودع شخص ربعمية جنيه يودع شخص ربعمية جنيه او الراجل ده بيحط ربعمية جنيه اخر كل ستة شهور احنا هنا واحنا بنحل مع بعض حالا هنشوف حاجات صغيرة نقول عليها يودع شخص ربعمية جنيه خلاص انا كده عرفت ان الدال مقدار الدفعة بتاعتنا بكام بربعمية جنيه اخر كل ستة شهور يعني في مرات اضافة ممكن لو انت عايز تشتغل بسرعة تقول لي مرات الاضافة كام اه اتناشر شهر على الستة شهور يبقى مرتين كده احنا قدرنا نحصل على مرات الاضافة وفي نهاية سبع سنوات خد بالك ددالك كمان المدة سبع سنوات بلغ رصيده هنا كلمة الرصيد يا جماعة بتعني الجملة يبقى دي جملة الدفعات العادية الجملة العادية الجين بتاعتنا بتساوي تمن تلاف سبعمية وستة واتنين وتسعين من مية اوجد معدل الفايدة المركبة النصف سنوي طيب بما انك جبت مرات الاضافة مرتين على طول تعدل في وحدات الزمن وتقولي النون عندي هتبقى بتساوي كانت كام هنا كانت سبعة هضربها في كام مرة مرتين يبقى النون بتاعتنا اصبحت باربعتاشر وحدة زمن طيب بما ان دي جملة الدفعات العادية فكرني كده بقانون جملة الدفعات العادية قلتلي على طول الجملة بتساوي دال في مستخرج الجدول التالت برافو عليك طيب ايه رأيك نشيل الجملة ونحط قيمتها يبقى تمن تلاف سبعمية وستة واثنين وتسعين بيساوي الدال المجهولة لا برافو عليك برافو عليك ده الدال عندي موجودة يبقى ربعمية في جيم شكل المستخرج بتاعي النون عندي باربعتاشر تمام بس للأسف العين مجهولة العين عندي مجهولة طيب هنعمل ايه هنا الفكرة كلها انك هتنقل الجزء ده كله برا الجزء بتاع المستخرج ده كله هنشيله برا اهو جزء المستخرج ده برا اهو جملة اربعتاشر وحدة زمن بالمعدل اللي ما نعرفوش ده هتساوي تمن تلاف سبعمية وستة واتنين وتسعين على ربعمية على كام ربعمية هنا هتمسك القلب تاعتك وتحسب القيمة اللي هتطلع معاك ده هتلاقي على طول ان احنا القيمة اللي طلعت معانا دي بكام بعد الاسمة واحد وعشرين هتلاقي القيمة اللي طلعت معاك اهي واحد وعشرين علامة سبعة ستة سبعة تلاتة خد بالك بقى من الرقم ده كويس علشان ده احنا هندور او بالبحث في الجدول التالت امام اربعتاشر وحدة زمن هنلاقي الرقم ده هنلاقي الرقم ده قدام اربعتاشر اذا على طول على طول تقول له اذا المعدل بتاعنا هنلاقي ستة ونصف في المية نصف سنوي ليه قلنا نصف سنوي عشان كان فيه مرات اضافة يبقى انت المعدل بتاعك قدرت تحصل عليه اللي هو ستة ونصف في المية نصف سنوي وكده قدرت تحصل على المعدل بدلالة جملة الدفعات العادية وده كان تمرين سهل جدا جدا واتفقنا مع بعض ان المعدل بتاعك اذا كان مجهول بتروح على طول تشوفه ومديلك ايه يا طرم الدين جملة دفعات عادية ولا جملة دفعات ثورية طيب اذا كانت جملة دفعات عادية هشتغل بقانون جملة الدفعات العادية واذا كانت جملة دفعات ثورية هنشتغل بقانون جملة الدفعات الثورية على طول تقدر تحصل على المعدل وخلي بالك فكرة البحث في الجدول ايه انت طلعت ناتج الناتج ده بتدور عليه امام وحدات الزمن اللي عندك هتلاقيه تطلع تاخد قيمة المعدل اللي موجود فوق اللي كانت ستة ونصف في المية بس يا ترى الستة ونصف في المية ده سنوي ولا غير سنوي قلتلي ده كان فيه مرات اضافة برافو عليك كان كم مرة قلتلي مرتين يعني السنة فيها نصفين يبقى ده معدل ستة ونصف في المية نصف سنوي طيب لو كانت المين باربعة كنت هتقول لي المعدل ستة ونصف في المية ربع سنوي لو المين بتلاتة يبقى ستة ونصف في المية تلت سنوي مسألة جميلة جدا وان شاء الله تكونوا تهمتوها وقدرنا نبسط عليكم طب ممكن كمان يغيب عدد الدفعات يعني لو انا مثلا جبتلك تمرين وقلتلك احسب عدد الدفعات والمدة بالسنوات على طول كده ادمغك بسرعة تروح للنون يبقى النون هنا هي اللي فيها شغل هنا يديلك التمرين هيديلك فيه الجملة ويديلك المعدل ويديلك مقدار الدفع يبقى معاك مقدار الدفع ومعاك المعدل بس للأسف مش معاك عدد الدفعات فبالتالي لازم ناخد بالنا من الجزئية دي ونجيب عدد الدفعات بدلالة الجملة تعالوا مع بعض نشوف التمرين ده بيقول ايه اودع شخص ستمائة جنيه اذا حضرتك قلتلي ان انت مديني مقدار الدفعة جاهزة اهو الدال بكام بستمائة جنيه اخر كل ست شهور يعني فيه مرات اضافة اخر كل ست شهور يبقى مرات الاضافة شهور السنة كام قلتلي اتناشر شهور الاضافة او عدد المرات الاضافة هنا اتناشر على الستة فيها كام مرة فيها المرتين ايه مصرف بفايدة مركبة 7% كل نصف سنة يبقى مديني كمان المعدل 7% كل نصف سنة وفي نهاية مدة ما خد بالك ده المدة مش موجودة يعني كده النون بتاعتنا مش موجودة ايه اللي هيحصل كانت الجملة المستحقة له يعني مديني جملة الدفعات العادية كانت اتناشر الف اربعة وتمانين علامة تسعة وتلاتين طب هنا هنعمل ايه اقولك بمنتهى البساطة ركز في التمرين اللي معاك وقلتلي ان في مرات اضافة طب انا هعمل ايه هنا هقوله مش احنا اتفقنا ان قانون جملة الدفعات بتاعنا جملة الدفعات العادية بيساوي دال في مستخرج جدول 3 قلتلي تمام طيب مستخرج جدول 3 عند كام عند نون اللي ما اعرفهاش بس بمعدل 7% طب انت شايف المشكلة فين قلتلي شايف المشكلة هنا في المستخرج لاني لما احط الجملة هحط مية وعشرين الف اه حط اتناشر الف اربعة وتمانين وتسعة وتلاتين من مية المبلغ كان ستمية لما جيت احط المستخرج للأسف ملقتش النوت يبقى القضية كلها او المشكلة عندي في جزء المستخرج طب ما تجيب الجزء ده بره خالص قلتلي جين نون بمعدل 7% هيسوي لاثناشر الف اربعة وتمانين علامة تسعة وتلاتين على الستمية تمام برافو عليك كلام سهل جدا بعد ما عملت كده امسك قالتك الحسبة كده واحسب القيمة اللي معاك ده هتلاقي عندك يطلع عشرين علامة واحد اربعة سفر ستة خمسة اقول لك جبت النتج ده اعمل فيه ايه اقول لك على طول على طول تروح تكشف في الجدول اهو بالكشف في جدول تلاتة اسفل سبعة في المية هتروح جدول تلاتة هتدور عن تحت سبعة في المية في الجدول التالت عن عشرين علامة واحد اربعة على طول لقيتها قدام تلاتاشر يبقى عدد الدفعات دي كانت كام كانت تلاتاشر دفعة كده انت قدرت توصل لعدد الدفعات طيب انا جبت عدد الدفعات بس انا كوامان كان مطلوب مني حاجة مهمة كان مطلوب مني المدة بالسنوات هو مش كفايا ان انا جيب عدد الدفعات قلتلك مش كفايا عدد الدفعات هو عدد السنوات او هو المدة اذا كانت المعدل سنوي يعني الادع سنوي نعنديش مرات اضافة بس هنا مسألتنا او التمرين بتاعنا في مرات اضافة يبقى لازم عدد الدفعات هتكون شئ والمدة بالسنوات هيكون شئ تاني طيب انا جبت عدد الدفعات 13 دفعة ايه موضوع المدة بمنتهى البساطة اللي انت جبت عدد الدفعات اقسمه على مرات الاضافة ايو انا جبت عدد الدفعات 13 وعندي مرات الاضافة 2 يبقى المدة بتساوي عدد الدفعات على مرات الاضافة 13 على الاتنين يبقى المدة 6 سنوات ونصر ممتاز يبقى المدة معاك 6 سنوات ونصر تعال نجيب المدة لو عاوز بقى المدة بالسنوات زي ما طلب هتقول له بيساوي التلاتاشر دي التلاتاشر اللي انت جبتها عدد الدفعات على مرات الاضافة كانت اتنين يبقى ستة ونص سنة يبقى انا كده جبت عدد الدفعات وجبت المدة بالسنوات كان التمرين طالب مطلوبين عاوز عدد الدفعات وعاوز المدة بالسنوات قدرنا نحصل على عدد الدفعات الاول وبعدين قدرنا نحصل على نون اللي هي المدة بالسنوات انا عندكش مشكلة خالص وكل الافكار ان شاء الله اللي موجودة في الكتاب المدرسي انت ملتزم بيها ما تدورش على اي فكرة خارج الكتاب المدرسي الكتاب المدرسي هو المرجع الاساسي والوحيد لكل المنظومة وكتاب قيم جدا وسري جدا وغني بالمعلومات وفيه افكار جميلة جدا بس حل كده واحدة واحدة وان شاء الله اي فكرة في الكتاب انت مطالب بيها وما تذكرش غيرها نكمل شغلنا زي ما قلنا ازاي اجيب مقدر الدفعة وازاي اجيب المعدل سواء معدل سنوي او معدل نصف سنوي وازاي اجيب عدد الدفعات او المدة بالسنوات عندي كمان تمرين جميل جدا 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 بيقول لي يودع شخص دفعات غير عادية دحك علينا كلنا بكلمة غير عادية ليه يا مستر؟ لان في الامتحان بعض الطلبة بيتشد جدا من الامتحانات لا طبعا نصيحتي لي حل تمرين الكتاب وهات الامتحانات السابقة حلها واكيد مدرسينا الافاضل وكلهم قسد زيتنا بيحلوا معاكم امتحانات سابقة في الفصول اي فكرة في الامتحانات السابقة حل الامتحانات السابقة دهيك بتديلك ثقة في نفسك بتخليك تشوف الامتحان او بتحط نفسك امام امتحان حقيقي علشان تدرب نفسك على ده ليه؟ لان بعض الطلبة بيخاف جدا من موضوع الامتحان علاج الخوف دهو انك تحل الامتحانات سابقة كتير وهتلاقي نفسك الافكار مش جديدة عليك واول ما تخش الامتحان ان شاء الله السنة دي هتلاقي نفسك مش قدام حاجة لا اخلاص انت تعودت على طريقة الامتحانات فمش خايف ففكرة لما يقول لي يدع شخص دفعات غير عادية هتلاقي نفسك ركزت بسرعة وودنك لقطة كلمة غير عادية يعني ايه غير عادية؟ قلت لي غير عادية تبقى فورية؟ طبعا طبعا بيقولك مش عادية طب ما انا ما عنديش هلا نوعين اتنين في الدفعات يا اما عادية يا اما فورية فانا بقولك دي مش عادية يبقى خلاص انت عرفت اني دفعات فورية يبقى يدع شخص دفعات غير عادية غير عادية تلت سنوية يبقى في مرات اضافة اول حاجة استفدتها من التمرين كلمة غير عادية اللي هي الفورية او اللي هي الاستثمار تلت سنوية يبقى في مرات اضافة تلت مرات قدر كل منها خمسمائة جنيه يبقى مقدار الدفعة بكم؟ بخمسمائة جنيه بمعدل فايدة مركبة اربعة ونصف في المية كل اربع شهور وفي نهاية مدة معينة خد بالك المدة هنا مجهولة بلغ الرصيد او الجملة ما احنا اتفقنا ان كلمة الرصيد هي كلمة الجملة تب ليه حطت شرطة؟ علشان دي دفعات غير عادية يعني دفعات ايه؟ فورية يبقى جملة الدفعات الفورية اللي عندنا هتلاقيها بكام؟ ب 12927 12927 علامة 54 ده سهل جدا 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 وطريقة جميلة نقدر نشتغل بها طيب انا جبت معايا الجملة الفورية انا عايز مين؟ عاوز المدة طيب هو قانون جملة الدفعات الفورية بيقول ايه؟ ممكن تفكرني؟ تمام بيقول ان جملة الدفعات الفورية اللي هي الجم شرطة بتساوي دال في مستخرج جدول ثلاثة عن دنون زائد واحد بمعدل عين بس بنترح منها واحد برافو عليك حاجة جميلة جدا وبعدين خد بالك اول حاجة تشيلها هي الجم شرطة وتحط قيمتها وكمان هتشيل الدال وتحط قيمتها يبقى هنا لما شيل الجم شرطة احط اتناشر الف تسعمية سبعة وعشرين واربعة وخمسين بيساوي الدال بتاعتنا بكم؟ بخمسمية نفتح قوس بقى النون ما عرفهاش برافو عليك بس هنا نون زائد واحد بس المعدل نعرفه اربعة ونص ناقص واحد طيب كده انا عندي المشاكل في انهي جزء في الجزء ده هو طيب ايه رأيك ننقل الجزء ده كله برا يعني نقوله النجيم نون زائد واحد بمعدل اربعة ونصف في المية الكلام ده ناقص واحد هيساوي مع بعض اتناشر الف تسعمية سبعة وعشرين و اربعة وخمسين من مية على ايه بقى؟ على الخمسمية كلام كويس جدا طب ايه رأيك؟ تمسك القلة الحزبة وتحسبها انت كده كده معايا واحدة واحدة هتلاقي القيمة ده ها بتساوي خمسة وعشرين علامة تمانية خمسة خمسة صفر تمانية طيب يعني كنت المستخرج لوحده عند اربعة ونصف في المية بيساوي شايف السالب واحد ده يطلع هناك بالموجب يعني تاخد الرقم اللي انت طلعته وتجمع معاه الواحد اصبح ستة وعشرين علامة تمانية خمسة خمسة صفر تمانية الرقم ده بقى هو اللي هتكشف عليه في الجدول عندك هتلاقي لما تكشف عن الرقم ده هيكون امام تمنتاشر هيكون امام كام تمنتاشر يبقى حضرتك هتقول لي ان الرقم ده هو بالبحث في جدول تلاتة نلقى النون زائد واحد كانت بكام بطمنتاشر بس انا مش عايز نون زائد واحد ده انا عاوز نون بس انا عاوز نون بس يبقى النون بكام بسبعتاشر يبقى النون بكام بسبعتاشر بس هنا خد بالك من حاجة السبعتاشر دي عدد الدفعات اللي خلاك قلت ان السبعتاشر عدد الدفعات لان حضرتك كانت دي دفعات تلت سنوية يبقى لازم يكون فيها مرات اضافة يبقى السبعتاشر بتاعتنا دي هي كانت عدد الدفعات طيب لو انا عايز بقى المدة اقوله المدة بتساوي السبعتاشر على الكام فوق على التلاتة سبعتاشر على التلاتة يطلع معاك بالزبط وبالتحديد خمسة وتمانية على اتناشر يبقى خمس سنوات وتمن شهور يبقى المدة خمس سنوات وتمن شهور ده كان التمرين بتاعنا كان فيه فكرتين مهمين جدا مرات الاضافة طبعا وكلمة غير عادية عرفتني ان دي دفعات فورية وكمان اللي حصل ان كان فيه مرات الاضافة فلما وصلت للنون خد بالك انت لما وصلت الاول ووصلت للنون زائد واحد امتشايل الواحد نون زائد واحد كانت بتمنتاشر لما شلنا الواحد بقت سبعتاشر كده سبعتاشر دفعة طب السبعتاشر دفعة دول سبعتاشر سنة قلت لك لا دي عدد الدفعات طب عايز اجيب المدة بالسنوات اقسم عدد الدفعات اللي هو السبعتاشر على عدد مرات الاضافة اللي هي تلاتة طلع معاك رقم فيه كسر يبقى على طول عرفت ان ده خمس سنوات والكسر ده كان تمانية على اتناشر او اربعة على ستة او اتنين على التلاتة عرفت بضرب لو طلع معاك الكسر اتنين على التلاتة اضرب البسط والمقام فيه اربعة علشان تقدر تحول الشهور لسنوات قدرت تعرف ان هي خمس سنوات وكام وثمان شهور يبقى دي كان التمرين سهل جدا جدا على الدفعات الفورية عندي كمان ممكن يجيب لك التمرين بطريقة تانية اللي هي الدفعات المتوقفة وكلنا ركزنا في تمرين الدفعات المتوقفة لما جينا نشتغل وعرفنا ايه ازاي اشتغل دفعات متوقفة مع بعض قلتلك ان الدفعات المتوقفة بيكون فيها مدتين مدة التمرين او مدة الدفعات مدة التمرين او مدة الدفعات ومدة التوقف ماذا لما الدفعات دي خلاص انت توقفت البنك بدأ يحسبك على ان جملة الدفعات دي بقى مبلغ عادية يحسب له جملة فطبعا هي فكرة الدفعات المتوقفة انك بتستخدم جدول تلاتة وجدول واحد يعني بعد ما بتخلص جدول تلاتة وتجيب جملة الدفعات بتعتبرها مبلغ تجيب له جملة بطريقة سهلة جدا تعالوا نشوف التمرين ده مع بعض بيقول لي أودع شخص دفعات عادية سنوية في بنك أودع شخص دفعات عادية سنوية في بنك لمدة خمس سنوات خد بالك كده هو بدأ التمرين ادلك المدة المدة كام خمس سنوات طيب حد لاحظ انه مدناش مقدار الدفعة برافو عليك فقالك انه جملته في البنك في نهاية ثمان سنوات في نهاية ثمان سنوات جملته في البنك في نهاية ثمان سنوات ده يعني إيه ده انت لسه مديني مدة خمسة برافو عليك لما لقي مدتين في التمرين أعرف ان الفرق بين المدتين ده هم هو مقدار مدة التوقف اللي حصلت في البنك يبقى هنا لما يقول لي التمرين مدته خمسة واحسب جملة الدفعات في نهاية الثمانية اعرف ان فيه ثلاثة فرق اللي هي مدة التوقف يبقى دي اسمها ميم او مدة التوقف اجيبها ازاي تاني قلت له التمن سنوات ناقص الخمس سنوات اداني تلات سنوات دي الفكرة السهلة الجميلة اللي في التمرين وعايزك تاخد بالك منها فلا ان الجملة ودي طبعا جملة عادية متوقفة تفرق معايا جدا 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 كلمة متوقفة متوقفة اربع تلاف اتنين وستين واربعة وتسعين من مية تمام عايزة ابتدى حل احل ازاي بقى كده قلت لي مش انت لسه بتقول دي جملة دفعات متوقفة تمام خويس جدا طبعا المعدل بتاعنا كان عشرة في المية مش انت حالا قلت لي ان دي جملة دفعات متوقفة تمام ممكن نكتب مع بعض قانون جملة الدفعات العادية المتوقفة تمام يبقى دي جملة الدفعات العادية المتوقفة هتساوي دل في مستخرج جدول ثلاثة امام عشر امام خمس سنوات واسفل عشرة في المية مش بس كده وكمان هتشتغل على جدول واحد امام ثلاثة سنوات عشرة في المية وعايز اكتب اهو عشان متوقفش مني ان دي جملة دفعات العادية المتوقفة فاشتغلك جدول ثلاثة واشتغلك جدول واحد طيب ده كلام كويس جدا شيل جملة الدفعات المتوقفة وحط كامتها اللي هي كانت اربع تلاف اتنين وستين واربعة وتسعين من مية كويس الدال انا ما اعرفهاش خليها زي ما هي اهي هنسيبها دال زي ما هي فيه لما جبنا مستخرج جدول ثلاثة تحت عشرة قدام خمس وحدات زمن يطلع ستة علامة عشرة خمسة عشرة فيه هات بقى مستخرج جدول واحد كان واحد علامة تلاتة تلاتة واحد طيب حط نفس الناتج تاني اهو اربعة تلاف اتنين وستين واربعة وتسعين بيساوي الدال مجهول اهي فيه هات كده الرقمين دول اضربهم في بعض بالقالة بتاعتك يطلع تمانية علامة مية خمسة وعشرين تمانية تمانية اذا اخر خطوة تعملها هتقول لي ان الدال الجميلة ده اهي اهي الدال هتساوي الرقم ده اربعة تلاف اتنين وستين واربعة وتسعين على تمانية علامة مية خمسة وعشرين تمانية يطلع عندك الدال بخمسمية جنيه بمنتهى البساطة قدرنا نوصل للدال وزي ما قلتلك ركز في طريقة حلك ما تقلقش من حاجة وان شاء الله على شاشة مصر التعليمية دايما دايما من المتفوقين ونقفل النمل النهائية في الرياضة باذن الله كان معكم فتحي عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم خلصت حلقتنا وان شاء الله ألقاكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر